هذه الثقافة سلبية فيها تخوف وتوجوث من كل ما هو تخطيط سيكون الهدو لم يكن الهدو بقي ما نعرف هذه المخططات التفصلية ستعطي ولكن المنطق كبير أنه لو أنت بالهدو إذا عندك الترك فيها 8 سنطين ستحافظ على الترك فيها 8 سنطين أن تخرج الرباط من الدائرة أنه لا يوجد تصميم تهيئة يعني لا يوجد تعمير تنظيمي مصدق عليه ولكن كل إنسان إذا وقع عليه واحد دول مع شوائيا يقول له ما قلت لك أخي يقول له يوجد البلان قل لكم بكامل الأمانة أن الميدان دي التعمير هو في الحقيقة على أهميته ما يحضى بكثير من النقاش العمومي وعليكم في الحقيقة المسؤولية في هذا الباب كرجال ونساء التواصل كما أنه على جهة أخرى ولكن أنتم على هذه مهنتكم لذلك هذا العمل اللي قمتوا به اليوم كان أعتبره عمل تشكرون عليه بالنسبة لي سؤالكم أن القوانين دي التعمير في المغرب يعني أول قانون صدر 1914 كتعرفوا 1914 كانت الحماية الفرنسية وكانك يهم المنطقة لتحت الحماية الفرنسية وبقد كانت تطور يعني كانت هناك تجديدات ولكن في نفس الخط التحرير إلى أن وصلت الأمور إلى ظاهر 1953 ثم بعده 1953 هذا يتعلق بالتجديدات وتقسيم العقارات هذه القانونين بقوا هم لكي أطروا وتزاد عليه القانون 1967 من مناطق القاروية هم لكي أطروا التعمير في المغرب إلى 1993 هذا تصدر كانون 1993 ثم كانون 25 ولكن هذه القانونين تقريبا في نفس الخط التحرير الذي كانت عليه القوانين الأخرى إلا بعض تحيينات أو بعض تحسينات في حين أن المغرب كما تعلمون تطور إيجابياً تطوراً هاماً مشهود له من طرف الجميع خصوصاً في 25 سنة الأخيرة ولكن هذه القوانين في الحقيقة لم تتطور يعني 30 سنة تقريباً جامدة كانت هناك محاولات للتجديد ولكن لم يتم الأمر وهذا هناك يعني هذه القوانين تتعطيه واحد من منظومة يعني نقدرون نقول أنها نوعاً ما منطقية المنظومة متكاملة تبدأ بتخطيط الاستراتيجي ثم التعمير التنظيمي ثم التعمير يعني مفروض أن يكون عملياتياً ثم الإنجاز هذه هم المراحل في كل مرحلة يعني عندها واحد الوقت قضية التي تمثلها تخطيط الاستراتيجي كي يكون عن طريق المخطة توجيه تهيئة العمرانية التعمير التنظيمي عن طريق التصميم التهيئة والتصميم الأخرى والتعامل العملياتي مع الأسف ما عندوش وتائق ديالو خاصة بها لأنه عندو كذلك ترتيبات أخرى اللي لو الدخسة تكون ما بين تعمير التنظيمي وما بين الإنجاز يعني لو دام من عدد ديالو غاد نتكلم على بعضها ما كنش إطار ديالو ديالو الآن في الحالة الرهيمة وذا با كين واحدة تقافة فعلا أصبحت يعني شائعة ما نقوله شيء لكن أسمى متعددة من بينها يعني ضعف التواصل هذه التقافة يعني تقافة سلبية فيها تخوف وتوجس من كل ما هو تخطيط حتى حتى في كلامي الشعبي المتداول يقول إنسان إذا وقع عليه واحد الضلم عشوائيا يقوله هناك بلد يعني بحيث إشارة البلد هو التهيئة فبعلا هذا التهيئة أولا في حالة التقافة الشعبية في حالة واحدة الوثيقة التي تظلم العشوائيا طبعا إسان لا يفهم الأسباب لا يفهم الأليات القانونية وكذا كالجهدك شيعة شوائية فهنا هذه التقافة السلبية سميتها في بعض الإصدارات سميتها ثقافة الممانعة ف أصبح المواطن يمانعوا ومفروض أنه يكون يعني ينخرط في العمل السنموي العمراني والإدارة والقوة العمومية ومفروض أنها تكون تعمل المواكبة والتأطير المواطن لكي تكون العملية العمرانية عملية إيجابية طبعا هي في صالح العام وفي صالح الوطن والمواطن والمواطن يشعر بأن هذا الشيء ولما يرى المواطن بعض الإنجازات الإيجابية يشعر ولكن يجب أن الشعور عام يكون يعني أنه لما يتلقى تخطيط عمراني يتلقى هو يشعر بأن هذا في صالحه ويشعر كذلك بأنه إذا تعرض بأن التعرضات مسموح بها قانوناً فإن التعرضات سوف تحظى بالقابل وهذا بسبعة حساسة لأن المواطن ولو يتعرض والشيء نشوفه والمخالطة والذي كنا عرفوا في الميدان ولو يتعرض فإنه يقول لك من عرف التعرض لا يعني ضمانات لأنه هذك اللي كانت تعرضنا عليه هو نفس اللي غادي يكون يعني خصم وحكم ما شيء محايدة اللي غادي ممكن لها تفصل محيين بدائية عندهم الحق ولكن على كل حال هذك الجهة كما كان الحال هو مغاربة مواطنين وعندهم الكبداء على بلادهم وعندهم الكبداء على المواطنين خدهم إذا لاش كأنه ولو كانوا أنه يعطيهم واحد المساحة كبيرة ديال القرار ربما أحياناً قاعد بدون الحاجة إلى تبرير ولكن يعني عندنا عندنا ضمير وكتخمم وكتفكر ولكن كأنهم كي يخذوا هذا الشيء بعيد اعتبر حقيقة نسمى المدينة الطريبات هي عاصمة المملكة في تاريخها العمراني لم تشكوا من غياب تام للوتائق ديالتعمير إذا بدينا غرف حادثة تكلموا غرف من 95 إلى هنا وكتما كان هناك مختطة توجيه تهيئة العمرانية وهو كما ذكرنا وثيقة للعمران أو التخطيط الاستراتيجي مصدق عليه 1995 ومن المفروض حسب القوانين الجاربية على العمل أن مختطة توجيه تهيئة العمرانية ينتج عنه تصميم التهيئة الذي يكون مطابق للنظراء الإجمالية القبرى التي يعملها مختطة توجيه تهيئة العمرانية وعندما كان هناك تصاميم تغطي مدينة الرباط واحدة مجموعة العمرانية الكبرى لأن الرباط ثلاث مرة حيقرة مدينة واحدة وأن من ناحية الإدارية هي منتعددة لتقسيمات ولكن من ناحية العملية مدينة واحدة لذلك على كل حال من ناحية الرباط ومن ناحية الرباط كان هناك تصاميم تهيئة وصدقة عليها وبقيت إلى تقريبا في سنة 2008 أظن 2008 كان هناك صفقة لتجديد تصاميم التهيئة للرباط علما بأن مختطة توجيه التهيئة العمرانية هو العمر أو المادة 25 سنة معنى هذا أنه يمكن تصاميم التهيئة ولكن الإعلام عامة التي يصدرها لها عشر سنين أنه تصاميم التهيئة داخل نفس المخططة يمكن أن هناك جوجة تصاميم التهيئة تصاميم العمل في إطار رميكس التي كانت تقريبا في 2008 ولكن لم تكن أعطيت نتيجة تكلفت بها أجانب وعلى كل حال لم تكن خبرة مغربية لم تكن فرق مغربية ولكن كان اختيار من فريق أجنبي ومعطيت نتيجة ومعطيت نتيجة 2008 حتى يجعل أن تصميم التهيئة لعرض على العموم ولو أن تأخير كله شخصيا كان مختص في الميدان كان يعتبر هذا عمل إيجابي أن تخرج الرباط من الدائرة لأن لا يوجد تعمير تنظيم مصدق مصدق لأن يكون المرجع الأساسي لا القطاعات الحكومية ولا الجماعات الترابية المعنية أو المقطاعات ولا بالنسبة للمستصبير الخواس ولا بالنسبة للموافير العادي عندما يكون تصميم تسهيئة مصادقة لأن الآن هو مشروع تصميم عندما يكون لديك واحدة مرجعية مشتركة ما بين جميع لذلك كل إنسان سيستثمر أو سيخطط أو سيشري أو إذا غير ذلك سيعمل شيء عن معرفتين أول قرية توقيت توقيت لا يوجد نص قانوني الذي يقول أن المداولات أو البحث العمومي يجب أن يكون توقيت معين لا يوجد لا يوجد مشكلة بالنسبة للتواصول أنا أتكلم في النغول ومازال كنت أتكلم أن الميدان للتعمير على أهميته والتعمير هو شأن عام ويكون أكثر نقاش عمومي في المغرب هذه الفترات التي قلنا 30 أو 40 سنة ماضية أو 50 سنة تطور العمراني الذي يقع في البلاد هو مبهر لا يوجد لا يوجد إخفاق ولا يوجد نجاح لا يوجد لا يوجد أي شيء لا يوجد عبدالوب بيش خاصياً كان مارس في الميدان هذه 43 سنة كانت تقارير التي كتبتها في الإدارة في بداية 80 81 81 83 كانت تقارير التي قلتها أنهم تضاعف مرتين خلال العشرين سنة القديمة تتعرف ما معنى المضاعفة هذه السكان الحضرين مرتين في عشرين سنة معنى أن هذه 12 قرن ستبني الضبل أو كثير في عشرين سنة سنة لا يوجد أيضاً بعد ذلك فترة النمو المدن كانت تطوك السنوية وعند تطوك السنوية كانت 11 أو 12 في المائة كانت 7 في المائة وكانت الآن لا يوجد هذه المعدلات ولكن عندما نرى هذا كانت صفة إجمالية لأن الدول ستجعل عدد الخسائر الكبرى في المائة إذا تكون دول مشابهة نرى أملك اللاتينيان أو الدول أخرى لا يسهل ف دووزنا الحمد لله الكبير الصعيبة بسلام كأن البقية تبقى في نفس التوجع أو أحسن هذا هو المهم إذا المسألة هذه التتواصل لديها أهمية لماذا؟ لأن المواطن العادي ولا المستمر ورأي العام بصفة عام إذا كانت منخارط في التصاميم وفي التخطيطات العمومية هذه التخطيطات تنجح وإذا لم يكن منخارط يدخل في التقافة الممانعة التي تتكلم عليها قبل قليل لأنه سراع لأن التصميم لا يوجد محل التوافق لأنه محل صراع إذا هنا المسألة للتواصل مهمة جدا هي لشكة أنه تصميم أو تجارب أو إذا غريب ولكن عندما يقعد التواصل يدخل هذا الجليد ويفهم كل واحد للآخر هم لا يوجد أطراف في المواجهة لا هذا مواطن غريبي وهذا لديه ضر وهذا يتنقش بعضهم لأنه تمشي بثلاثة هذا هو الأساس موسيقى وأولا شخصيا أنا كنت أسف لأن كنت تبنى أن المنظومة كما هي تكون لها تخطيل استراتيجي وذلك تمشي في السياق الذي كانت بدأت فيه واحد المصار يعني إيجابي في الرباط مثلا أنه مخطط توجهة العمرانية وينباثين قوله سميتها كان هناك دراسة مخطط توجهة العمرانية لا أدري أين وصلت ولكن كنت تمنى أن هناك مخطط جديد لأن نحن في 2023 ما بين 1900 و1995 و2023 رفضنا المداد مخطط توجهة العمرانية ف كنت تمنى مخطط توجهة العمرانية جديد ومن أن يصدر تسميتها كمهانة وكم مختصة في الميدان ما كان شيء اللهم كان يقول لو ما لا يدرك كله لا يترك جلوه كان يعني نتمن إيجابيا لوجود تسميتها كوجود بعد أولا أخرج كمرسوم كمهانة كان تبقى طبعا الإمكانية العمل البشاري كله فيها يعني معرض الخطأ وعندما تتكلم على رباط ستقريبا 12 ألف هكتار صور عندك واحد ليزر في عملية الطرز عندك واحد ليزر فيه 12 ألف هكتار وتخدم كالطرز ولو يتغلط الشيحويزات ولو هذا هي لأن تنصر كالطرز لأن كل متر واربع لا يستمر الفراغ القانوني كل شيء مغطط إما غابة إما كادة إما بناء كادة إما إلى آخره هذه العملية لابدك يكون فيها نسيان يكون فيها أخطاء وخطأ وفي 12 ألف تار يكون أخطاء معدودا ولكن المواطن اللي جادت فيها هذه الأخطاء ينظر إليها كفية سلبية كأنه كله أخطاء لذلك القانون كانت يعطيها هذه البحث العمومي هي تسمية البحث العمومي أجل المنافعي والمدار فالمواطن المتضرر هذه مناسبة للتصحيح سأسمى أن عدد مثلاً عنده دار ساكن فيها ولكن رافق منه جهيز معين أو عنده رخصة بني كاينة وكسورة في هذا المشروع ولكن رافق له مرافق معين إلى غير ذلك، هذا مناسبة للصحيح إذن يمكن أن يتصحب ذلكين في المواطن مخصوصية يصيبون الخوف أو الهلع أو الإحباط أو كده لكن يتخوفون بأنه يعني ممكن أنها تتعرض بفيرهم، أنت تتفقد بعين الاقتبار؟ هذا التخوف محلو لأن النجنة المركزية هي في الحقيقة خاص محاكم من ناحية البدائية ولكن من ناحية العملية، الناس اللي في النجنة المركزية شكلهم هم مواطنين مغاربة ورعاً بإحساس، ولو رقانون كيسمح له هادي هادي راعي المواطن ماشي صراع، المواطن يعني هذك اللي في الإدارة سواء اللي كيصوب تستصاميم أو اللي غيصدق عليها أو اللي كده كيعرف رسوه في خدمات المواطن وهذا المواطن يعرف هذا الناس في خدماته إذن العملية ماشية مواجهة هذا ما كيقول لنا أن العملية هي عملية تكاملية غير هو الموقع، كل واحد من الموقع دياله كيشوف شحويج لما كيشوف هاش الأخر يقول لي هانو، يقول لدي مسألة هدية مزيان، ولكن لدي رخصة ديال البني مثلا، أنا لم أقول لك البلاد مكتحت الشيء مثلا مرفق معين ولكن أنا راني عندي رخصة ديال البني يغسلين بني ممكنش ديالت تعطيني رخصة بليد لمنع وتحيد هالي بليد ليسرارها، ما كيمكنش هذه أخطاء مادية كانت صححة، وأخطاء أخرى كانت صححة ثم نزيدك واحد الحاجة يسمحتي فهمت أن توجه من السؤال الدولة لا تتطلب المواطن ما بين التخطيط والإنجاز كانت مراحل، وذلك المراحل رفها الإنصاف ديال المواطن ثم نتين عن الكلام، إذا سميم لما كيكون هذا، كنت كلمونا على التعمير هذا التنظيمي كي يعطيه كي حدد في كين كل منطقة، في غير يكون الطرقات، في كده إلى آخرين ولكن لما غندجوا الإنجاز رأى حقوق المواطن رأى كينة، رأى مضمونة رأى حقوق دياله كي ضمن هذا القانون ولو أنه كي ضمن هذا القانون كان قول عبدالربيه يقول أنه يخص المواكبات الاجتماعية علاش؟ باش أولا كتدس الأمور بسلاسة موسيقى هذه المناطق معروفة في الربعة تقديمة وأولا فيها واحدة كتافة السكانية، ربما من أكثر الكتافات السكانية في العالم والبناء والبناء مهددة لأن القواعد للبناء لا كانت شيء كما ينزم ولم كانت تجهيز القبلي نحن في القوانين المغربية أن العمران ينطلق في المنطقة ستجهيز القبلي يعني الوقت الحار والطرقات وكيف هي ديارة والإنارة العمولية والكهرباء والمواصفات والمواصفات هي معمولة لها هذه الحياة لا تتفلت في هذه الطرق ماذا سيأتي بسمينية تسهيئة ويتغاضع لها كأنها غير موجودة هذا يجحف حق المواطنين ماذا سيجعلها كما هي هذا غش المواطن لأنه ستقول أنك مزيئة فهو ليس مزيئة حالته ليس مزيئة لا يمكن إذا ستقولون يجعلوني إعادة الهيكان في تسهيئة قالوا أنك يجعلنا يمكن أن يحدد المناطق لإعادة الهيكان فهو ليس مزيئة الأهمية تصائفة تصفيلي وعندما تكون إعادة الهيكان كنت فهموا فهو عملية المواطنة لدينا جهيز في الانتجاه المعاكس لأنك أيضا عندما تصفيلي جهيز القبلي سوف نختمها بالتسوية القانونية والعقرية ليس تسوية تقنية مثلا من ناحية شروط أو ظروف السكن هي كذلك تسوية عقرية وهي عملية معقدة كما يمكنها تبقى عشر سنين عشر عام ثلاثين عام ثلاثين عام أو حتى الخمسين عام وكثر ولكن يجب أن تنطلق بأنكس ما تنطلق ماذا سوف يكون الهدو ولم يكون الهدو؟ بقي ما نعرف هذه المخططات تفصلية سوف تسعطي ولكن المنطق كبير أنه لو تبقى الهدو إذا عندك الترك فيها ثمانية سنتيم لماذا سوف تحافظ على الترك فيها ثمانية سنتيم للعرض؟ هذا غير معقول الترك ستكون فيها العرض اللي يوالم الوظيفة اللي ستتأديها هذه الترك البناء إذا كان في الهساسة وسنخليها في الهساسة كأخص الإصلاح دياله إذا هناك المواكبة الاجتماعية اللي ستتبين المواطنين طول هذه المدة تصاليم تفصلية ستكون تصاليم تفصلية إنسانية ويكون هناك التواصل مع المواطنين والمواكبة الاجتماعية باش المواطنين هو كين خارط في العملية وراء ما سيئره دياله ما سيئره ما سيئره يعزبه أنه يعيش في الظروف غير صحية ولاده كين يبتوه في ذاك المنفات ما سيئره 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 إذا مسألة قصة الواكبة الاجتماعية أهم مكين أي القرار للإعادة لهيك لا هو قرار صائب أهم مكين هو أشغى يكون وراء هذا القرار وكيفية اللي غايتنفد به أنا فاستخصي الكلاب هذه من النقاط الإيجابية اللي يمكن دكوها في التسميم وأنه بالإضافة للتنطيقات الكلاسيكية المعروفة جابت تنطيقات جديدة ومتجديدة طبعاً هو استوحاها من كين الآن تصميم أخرى اللي فيها دوابط أخرى في حالة طبيعة التهيئة ديالر تسميم التهيئة الخاص ب أبيرقراك ولا بمارشيكا ولا مدينة طنجا فيها كذلك عدة ابتكارات في طبيعة التهيئة اللي يخدم منها هذا التسميم وهذا شيء إيجابي من بني بتيكارات اللي يعمل هو أنه هذا التجديد الحضاري يعني مناطق ديغي يكون فيها توسيع ديالطرقان ويكون فيها رفع منها من عدد التوابق في طبيعة الحال في عدد هذه المناطق البنية العقرية لا تسمحش في هذه العملية مباشرة يجب أن تغيير البنية العقرية بمعنى ما يسمى المساحة البقاء والحدود والتركيبة والكيفية يجب أن يكون فيها إعادة النظر وهذا العملية هذه فرش على نصوص قانونية وتنظيمية كافية التي ستجعلها ونتمنى أن تصدر النصوص في هذه إطار ولكن إذا لم تصدر يجب أن تصدر يجب أن تصدر يجب أن تصدر إبتكار والتتواصل والمونتاج والتركيبة هذه المشاريع نقطة طرف في طرف وهكذا الدول تراكم التجارب ولكن هذه المشاريع التي تصدر من الصفر والرباط الآن لا تصدر ما تصدر في سكان كبير في إحصان 2014 إن شاء الله غيبية ولكن في إحصان 2014 لا تصدر إذا الرباط ستعيد بناء نفسها فوق الرباط ستعيد بناء فوق الرباط ستعاد النظر ويتجدد ويتأهل وكيف تشرف العاصمة لبلاد التي لديها ألف ومئة سنة من البلد الهشة والخلقة ألف ومئة سنة إلى العاصمة المملكة كمملكة بالوزن إلى آخر هذا عمل يمكن نبدوها اليوم ونكملها حتى يشوفوه الأجيال القادمة ولكن العمل سيكون تبدأ والتوجه سيكون تعطى المسألة جديدة إذا المسألة وكيف تنفيذ والبنية العقارية التي تجدد هناك طرق متعددة وأسالي متعددة في العالم لتجارب عالمية من كل واحدين يشوفها أسهل ما كان هو المستثمر يجيء يشريء ويطلع ومزموعة العقارات وهذا أسهل أخرى وهي مهمة جدا التي تراعي كذلك المصلحة والسكان يمكن أن يقول لك والديانا ندخل كمشارك أو مساهل فهذه العملية الكبرى التي يمكن تعمل الدولة أو غير ذلك ويكون فيها أرباح كان عدة تركيبات مهمة جدا لخص هو المجتمع المدني يكون مجند وعندهم يسمع ويفهم ويتواصل والسلطات العومية كذلك يكون عندها الودنين يسمعون والتواصل والسلطات هذا يعني العيب هنا ليس في تصميم إذا كان عيب لا يمكن أن تصميم لا يمكن أن تصميم مع الأخطاء التي يمكن أن تظهر عنها بعد أو بعضها إذا كان عيب يجب أن يكون في تنفيذ رأى المشكل في تنفيذ تنفيذ يعني يتميز بالدكاء منه ما يمكن أن تصميم الإمتع بالدكاء في تنفيذ المنشف 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 ترجمة نانسي قنقر